طالب العلم وإذا رحل في الأمصار وتنقل في الأمصار وأخذ عن الأكابل ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم وابتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسده إذن لا بد من الترحال في طلب العلم وكذلك فعل الإمام محمد بن اسماعيل البخاري ولذلك قال الحافظ الذهبي في كتابه وسفره العظيم سير أعلام النبلاء أن الإمام البخاري رحمه الله في سنة مئتين وخمسة للهجرة النبوية رحل إلى الأمصار وحفظ أكثر من مئة ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم حفظ البخاري كان دون سن العاشرة ولذلك كما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر والعلم في الكبر كالنقش في البحر الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين يقول ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الرب تبارك وتعالى ولو خالف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور لرد عليه الرب تبارك وتعالى ولصحح ذلك وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه إذن السنة النبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فجعل له رجالا حفظوا هذا الحديث ودونوه وعرفوا فيه الصحيح من السقيم والموضوع من المكذوب وعرفوا علوم الحديث فأتقنوه أشد الإتقاء ولذلك كان والده صالحا وكان يدفعه إلى طلب العلم وكان أيضا والده قدوة حسنة له فقد رحل والده رحمه الله إلى الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ وكان عالما رحمة الله عليه فتأثر هذا الابن البار بوالده ولذلك نحى نحو والده بل فاق والده رحمة الله عليه قال هو عن نفسه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ألف حديث صحيح وحفظت أكثر من مئتين ألف حديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الكثير من الحفاظ يغترون من حفظ الأحاديث الضعيفة حتى يحذرون الناس من هذه الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم يتي بعد ذلك من المستشرقين وممن طعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن طعن في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكان البخاري رحمه الله تعالى شديدا في شروطه في رواية الحديث حتى إنه مرة من المرات ذهب إلى شيخ من الشيوخ يريد أن يسمع منه الحديث فرآه إذ معه فرس له يناديها يريد أن يعطيها شيئا من الطعام فقال له الإمام وهل عندك شيئا من الطعام فقال لا وإنما أريد أن أدلس عليه حتى يأتي هذا الفرس فقال ألم تتورع عن الكذب عن هذا الفرس فإنك لا تتورع عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أحدث عنك رحل الإمام البخاري مع والدته وأخيه إلى الحج في موسم الحج وحينما وصل إلى بيت الله العتيق ونظر إلى العلماء وقد تجمعوا من جميع الأمصار فجاء علماء مصر وعلماء الشام واليمن ومن كل ناحية وعلماء العراق وكان في العراق جمع كبير من المحدثين لأن العراق كانت في ذلك الوقت هي كعبة القصاد أي طلبة العلم كانوا يقصدون العراق لأن فيها جمع كبير من الأئمة الكبار من المحدثين ومن كذلك أئمة الجرح والتعديل فحينما نظر إلى هؤلاء العلماء وأخذ يجالس هؤلاء العلماء وهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد منهم من يحفظ أكثر من 300 ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يحفظ أكثر من ذلك منهم من حفظ أكثر من نصف مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما إن انتهى موسم الحج حتى اعتذر من والدته يريد أن يبقى في مكة المكرمة وكانت من عادة العلماء إذا انتهى موسم الحج بعد أن يؤد شعيرة الحج كانت القوافل تنصرف ثم يبقى هؤلاء العلماء فيأخذ بعضهم عن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكثون أشهرا في مكة لا شك أنهم تنالهم بركة وجودهم في مكة فالصلاة في مكة عن مئة ألف صلاة وكذلك بركة تناقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن هؤلاء العلماء من الثالي البخاري وغيره شديدون في نقلهم الأسانيد الرجال فيعرفون الصحيح من الثقة من الثبت من الذي يكذب من الذي يدلس فكانوا عندهم علم عظيم ولذلك يقول أحد المستشرقين قال لا يوجد في الإسلام إلا علم لا يوجد عندنا ألا وهو علم الرجال علم الجرح والتعديل وهو علم معرف في قوادح الحديث وعيلة له ومعرفة هذا الحديث بما يأتيه من علة أو شبهة فيعرفون هذا الحديث لهذا الشخص هل نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده وفي مثل هذا الحديث هل هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا هم نقلة الدين الذين الله تبارك وتعالى اصطفاهم الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن نملة تكلمت مع نبي الله سليمان هل سمعناها لم نسمعها هل يوجد لها صوت لكنها معجزة من المعجزات التي لا تتقبلها العقل ولكنه أمر الله تبارك وتعالى هكذا هذا الحديث الذي بعض الناس يقول أنا لا يقبل عقلي هذا الحديث هل هو صحيح كيف حفظ هذا الحديث من سنوات لكن الأمة أجمعت من علمائها المتقدمين والمتأخرين على قبول حديث البخاري رحمه الله تعالى وهو أصح حديث وكتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى العلماء حينما جاءهم البخاري لم يسلموا له من أول مرة بل أخذوا هذه الأحاديث وهذه المسانيد وهؤلاء الرجال ففحصوها وبحثوا عنها حتى وجدوا لها القبول ووجدوا أنها صالحة وإن دل ذلك دل على أن الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ لهم بهذه أحاديث على قول البخاري رحمه الله تعالى الذي جمع أحاديث الدنيا فهو بحق إمام هذه الدنيا وقد سمي بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى فمكث البخاري وحفظ طائفة لا بأس بها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إلى موسم الحج ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة ليكتب سفره العظيم وهو كتاب التاريخ وهذا ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات أخرى ترجمة نانسي قنقر